اشتركوا في القناة اخدعوك فإن حسبك الله كما يقول في الآية ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى أنت تجري على العناية منا والملاطفة والتييد والنصرة لا نسلمك ولا نسلم من يصدق في اتباعك قل لهم فلينتهجوا نهجك أنا الذي رعيتك في أحوالك كلها كيف نشأت وكيف قبرت وكيف عملت وكيف دفعت الأسوى عنك وكيف جاءتك الرسالة وكيف قمت بالتكليف للعالمين فإن حسبك الله وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره هو الذي أيدك بنصره فيما مر من عمرك إلى ساعتك هاتك أتحسب أنه يخذلك بعد اليوم أنت وكل من صدق في اتباعك في كل زمان وفي كل مكان داخلون تحت عناية هذا الإله الحي القيوم جل جلاله وإن نالكم ما نالكم من أذن أو ضر فهو محسوب لكم لا عليكم إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرا قبل ويتولهم فرح قل لهم أنا عندي مبدأ واعتقاد ونظر في المسار وفي الشعور أمضي عليه من على بين من عند ربي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله حتى ما قال علينا قال كتب لنا يعني هذا الذي تظنونه علي حسابه ونتيجته ونهايته لي أنا الرابح فيه لا أنتم إن آذيتم المستضعفين بمكة من أصحاب ممن آمن به فإن الحساب هذا لي ولهم بل الأعجب من ذلك أن الله يؤخر عنكم العذاب ما داموا بينكم ولو تزيلوا العذابنا الذين كفروا منهم عذابا عليما ثم تكون الغلبة لهم لا لكم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان لكن بعد صبري محمد وبعد تهديبه لمن معه ولمن في ركبه حتى لا ينطلق في الحياة بمكتب النفوس وبمكتب البشريات وبمكتب الأهواء تأدبوا حتى خضعوا لمنهج العلي الأعلى فتولاهم بعلوه وعظمته تولاهم بعلوه وعظمته صبروا وصابروا وهكذا أدبهم عليه الصلاة والسلام حتى في الأخير في استكمال تاديب الصحابة قبل الصلحة في الحديبية وإن جنحوا لسلم فاجنح الهاوة وكال على الله قبل الصلحة في الحديبية وقد رد ظلما وعدوانا من تحت مكة من غير حق وقد جاء معتمرا وأرسل إليهم عثمان بن عفان يقول ما جيت لقتال ما جيت لحرب ما جيت لمناوأة ما جيت لأذاء جيت معتمرا لبيت ربي أطوف ببيت ربي وأسعى وأعود من حيث كن أمر واضح بين ولكن في النفوس وفي العقول من لا تقبل هذا وتقول أنت مهما كان وأنت وراك وأنت نيدك وأنت طيب أريد أن أطوف وأسعى وأرجع ما يمكن فهذه المرة ما يمكن هذا الحال ما يمكن وإنتم تعظمون البيت كيف تصدون عن البيت ما يمكن ترجع ونوقع الاتفاق بيننا وبينك حرب عشر سنين ماشي طيب وأملوا شروطهم وقبلها كلها سواء سنين ورجع من تحت مكة قامت نحر وحلق وتحلل وبينما هم كذلك قاموا يحلق بعضهم لبعض وجاءت الريح تدخل جميع شعور الصحابة التي خرجت من رئيسهم إلى وسط الحرم دخلتها إلى حدود الحرم لأنهم كانوا على الحديبة تعدى الحرم حتى بهذا استفشر من استفشر منهم وهم راجعون في الطريق أنزل عليه إننا فتحنا لك فتحا مبين ردوك من تحت البيت وقبلت الشروط المجعفة هذه وهذا فتح دعا سيدنا عمر قرأ عليه الآيات قال أوفتحن هو يا رسول الله قال إنه لفتح امتثل استقم قم بالأمر والفتح مقبل ولا عدمضت العشر سنين بعد سنتين خانوا العهد وجاء فاتحا إلى مكة صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة